أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلا كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنان أيها الأحبة حديثنا في هذه الساعات عن سورة من أعظم سور القرآن عن سورة الكهف التي هي واسطة عقد كتاب الله عز وجل ورد في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة فقد ثبت في صحيح مسلم أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه من حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف أمن من فتنة المسيح الدجال وجاء في لفظ آخر من حفظ آخر عشر آيات من سورة الكهف واللفظ الثاني هو شاذ عند المحققين من أهل العلم وإنما أورده الإمام مسلم في صحيحه ليبين شذوذه وأما الثابت عنه صلوات ربي وسلامه عليه من حفظ وفي لفظ آخر من قرأ أول عشر آيات هذا هو اللفظ الثابت والذي ينبغي أن يتعلمه الناس في فهم هذه الأحاديث أن المراد من الحفظ والقراءة ليس هو ما يفهمه كثير من الناس حينما يسمعون هذه الألفاظ فإن لفظ القراءة هو لفظ الحفظ إنما يراد بها ما كان عليه هذا اللفظ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في زمنهم لم يكن يطلق على الحافظ أنه حافظ ولا على القارئ أنه قارئ إلا إذا كان قارئاً عاملاً بما جاء في هذه الآيات فليس من قرأ أول عشر آيات من سورة الكهف بلسانه ثم لم يعمل بموجب ذلك يكون ممن قرأها وأمناً من فتنة المسيح الدجاء فإن هذا ليس بصحيح فإن المؤمن يقرأها والمنافق يقرأها والكافر يقرأها وإنما المراد هي القراءة التي توجب العمل ولذلك كان يطلق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة ليس لمن قرأ بلسانه وإنما لمن قرأ وفقها ما قرأ وامتثل ما كان يقرأ وكذلك الحفظ فإنما كانوا يحفظون من القرآن ما يستطيع الواحد منهم أن يتعلم ما فيها من العلم ثم يعمل بموجب هذا العلم فمن فعل ذلك أي أنه قرأ أول عشر آيات من هذه السورة ثم فهمها وتدبرها ثم عمل بموجب هذا التدبر فإنه سيأمن من فتنة المسيح الدجان وأما من قرأها مجرداً بلسانه أو حفظها مجرداً بذهنه فإنه عندئذ ليس له هذا الفضل الوارد في هذا الحديث وثبت أيضاً في الصحيح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسيد أنه كان رضي الله عنه أسيد كان يقرأ سورة الكهف وكان بجواره فرس قد روبط بشطنين أي بحبلين قال أسيد فكنت أقرأ فثار الفرس حتى كاد يطأ بعض أولاده فخشي أسيد على أهل بيته فسكت عن القراءة فلما أصبح الصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك ذكر له أنه كان يقرأ سورة الكهف وأن الفرس حصل لها ما حصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت مع القرآن والمقصود بالقرآن هنا هو سورة الكهف فسورة الكهف هي سورة أمان من أعظم الفتن وهي في نفس الوقت هي سورة سكينة عند كل فتنة فإذا أردنا أن نتحدث عن مقصود سورة الكهف فهي ما دلت عليها هذه الأحاديث فمقصود السورة هو الأمان من كل فتنة أن يتنزل على قارئها ومتدبرها والعامل بموجبها سكينة يأمن معها من الإنسياق وراء أي فتنة كانت من كانت فسورة الكهف هي كهفك من الفتن أمانك مما تخشى في كل زمن وخصوصا في زمن الفتن وهذا الذي دلت عليه الأحاديث السابقة وهذا هو مقصودها الذي تتابع عليه أهل العلم في هذا الزمن وقد سمعته من عدد كبير من أهل الاختصاص في هذا الباب أن مقصود هذه السورة هو الأمان من كل فتنة ولذا كان من ديدن أهل العلم في السلف والخلف أن يقرأوها في كل جمعة لأن هذا الأمان يحتاج أن يجدد طورا بعد طور فيدخل الإنسان في كهف هذه السورة ليطلب من الله عز وجل أن يؤمنه من كل شر فتنة فإذا تكررت الفتن تكرر الأمان كلما ازدادت الفتنة كلما ازداد آمانه الذي يطلبه من ربه ولذلك سلامكم الله كان مما تواتر عن أهل العلم أنهم يكررون سورة الكهف نعم لم يثبت في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث المشهور بين الناس في قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور ما بين قدميه والبيت العتيق وفي لفظ ما بين قدميه وعنان السماء وفي لفظ ما بين الجمعة والتي تليها وزيادة ثلاثة أيام هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من رواية هشيم وخالفه في ذلك أمير المؤمنين في الحديث شعبة وسفيان فرواه هشيم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هاشم وخالفه سفيان وشعبة فرواياه موقوفا على أبي سعيد ولا شك أن الصواب رواية شعبة وسفيان وإن كان هشيم من آئمة أهل الحديث في الحفظ والضبط ولكن أين هو من أولئك الأثبات الثقات الجبال وأيضا روي عنه هشيم وقد اختلف عليه موقوفا ومرفوعا فرواية الموقوف عن هشيم لا شك أنها أثبت لموافقتها ما رواه الأكابر والأثبات من أهل الحديث فإذا لا يصح عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو في كل جمعة لم يأتي ذلك مرفوعا وإنما ثبت عن أبي سعيد الخدري موقوفا أنه قال رضي الله عنه من قرأ سورة الكهف أضاء له نور ما بين قدميه إلى البيت العتيق وهذا هو أصح الألفاظ من غير ذكر يوم الجمعة فالموقوف الثابت عن أبي سعيد في ذكر ما لقارئ هذه السورة من الأجر وما له من النور عند الله عز وجل من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة من قرأ سورة الكهف من دون ذكري في يوم الجمعة أضاء له نور ما بين قدميه إلى البيت العتيق ولذلك كان من هدي السلف رضوان الله عليهم أجمعين أن يقرأوا هذه السورة مرة في الأسبوع والذي جاء عن أئمة السلف أنهم كانوا يقرؤونها في يوم الجمعة ولذلك حينما نقول للناس في قراءة سورة الكهف نقول لهم اقرأوها في يوم الجمعة لأنه ثبت عن الإمام الشافع وعن أحمد وعن جماعة من أكابر أئمة أهل الحديث أنهم كانوا يقرؤونها ويحثون على قراءتها في يوم الجمعة لا لأجل أن ذلك ثابت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرت لك أنه ضعيف وقد ضعف ذلك النساء والدار قطن وجماعة من أكابر أئمة أهل العلل في الحديث ولكنهم أخذوا ذلك عن من تقدم فالدليل على قراءتها في يوم الجمعة أنه ثابت عن الأكابر من أئمة أهل العلم فمن قراءها في يوم الجمعة فقد أحسن ومن فاته قراءتها في يوم الجمعة فليقرأها في الأسبوع كله فمن لم يستطع أن يقرأها في يوم الجمعة فقرأها أخي سلمك الله في السبت أو في الأحد أو ما بعد ذلك فإن الموقوف على أبي سعيد لم يحدد بيوم وإنما هو مطلق أضاء له نور ولذلك احرص على قراءتها فإن فاتك أن تقرأها في يوم الجمعة كما ثبت ذلك عن أهل العلم فقرأها في أي يوم من أيام الأسبوع سيحصل لك الأجر الذي ثبت موقوفا وهو عند جماعة من أهل العلم في حكم المرفوع لأن ما ورد عن أبي سعيد إنما هو من الأجر الذي لا يمكن أن يتحدث به صحابي من تلقاء نفسه أن يقول بأن هذه السورة من قرأها يضيع الله عز وجل له نور ما بين قراءته إلى يعني من حين قدميه إلى عنان السماء أو من قراءته للأسبوع الذي تليه هذا لا يأتي عن الصحابي من تلقاء نفسه ولكنه عند أكثر أهل العلم إنما هو من قبيل ما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فألخص لك الكلام هنا في هذا الباب سلمك الله أن قراءة هذه السورة من غير تقييد بيوم الجمعة ثابت عن أبي سعيد الخدري وهو عند المحققين من أهل العلم في حكم المرفوع وأما تقييدها بيوم الجمعة فلم يثبت ذلك لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وإنما جاء عن الأكابر من أهل العلم وهم في هذا الباب إذا كان لهم سنة وطريقة فطريقتهم متبعة ولذلك نقول للناس اقرأوها في يوم الجمعة ولكن من فتته فلا يفوت قراءتها فإن قراءتها له من الأجر الذي ذكر سواء كان في يوم الجمعة أو فيما عدى ذلك من أيام الأسبوع نأتي بعد ذلك سلمك الله إلى ما يتعلق بدلالة اسم السورة لقرنا لك السنن الواردة في فضلها فنأتي بعد ذلك إلى اسمها وماذا يدل عليه هذا الاسم فإن هذه السورة من السور التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم وسور القرآن على أنواع في هذا الباب منها ما جاءت تسميتها في القرآن نفسه كما ثبت ذلك في سورة الفاتحة حينما سماها الله عز وجل بالسبع المثاني ومنها ما ثبتت تسميتها عن النبي صلى الله عليه وسلم كسورة الفاتحة حينما سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأم القرآن وكسورة البقرة وسورة آل عمران وغيرها كثير من سور القرآن وسورة الكهف من هذا النوع من السور وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسماها هكذا سورة الكهف في حديث مسلم السابق وكذلك في حديث أبي أو سيد في الصحيح في البخاري وثبت أيضا ذلك في آثار كثيرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عن الصحابة والتابعين من قبيل المتواتر ولا يعرف لها عند أهل العلم قاطبة إلا هذا الاسم فهي من سور القرآن القلائل التي ليس لها إلا اسم واحد وهذا له دلالة في فهم مقصود السورة فإن اسم السورة إذا كان واحدا دل على أن مقصود السورة من أولها إلى ختامها هو مرتبط بهذا الاسم وهذا من إعجاز أسماء القرآن فإن أسماء القرآن معجزة سواء كان منها ما ثبت في القرآن أو ما ثبت في السنة أو ما تتابع عليه السلف رضوان الله عليهم أجمعين واستقر ذلك عند أهل العلم فإن هذه الثلاث جمعا هذه الثلاث كلها إذا جاءت كإسم لسورة من أسماء القرآن فلا بد وأن يرتبط إعجاز بهذا الإسم ومن الإعجاز هنا فيما يتعلق بتسمية سورة الكهف أن هذه السورة سميت بهذه الكلمة والكهف الذي ذكر في هذه السورة هو كهف يؤوى إليه ولذلك قال الله عز وجل في هذه السورة فأوو إلى الكهف فالكهف المذكور في سورة الكهف هو كهف يؤوى إليه فإذا أوى إليه من أوى نشر الله عز وجل رحمته على هذا الذي أوى إليه وجعل له من أمره مرفقا هيأ له أسباب الراحة واطمأن وسكن في كل أموره وهذا كهف كان لبني إسرائيل فإن كهوفهم بل وكل معجزة كانت تتنزل عليهم وكذلك الكرامات إنما هي كانت من نوع المحسوس فإذا نظرت في معجزة موسى عليه السلام فإنما هي معجزة العصى ويتبع ذلك تلك المعجزات التسع التي نص عليها الله عز وجل في كتابه وإذا نظرت في معجزة عيسى عليه السلام فإنما هي في إحياء الموتى وشفاء المرضى وهكذا فهي معجزات حسية فكانت الكرامات أيضا لبني إسرائيل هي كرامات حسية أما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فالأمر يختلف فإن معجزته صلى الله عليه وسلم ليست من هذا الجنس وإنما معجزته الكبرى هي هذا القرآن العظيم وهو معجز لا في حسه وإنما في معناه ودللته وهدايته وروحه ونوره الذي تنزل من أجله ولذلك كانت أغلب الكرامات أيضا التي تنزلت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي من هذا الجنس فالكرامة العظمى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي في العلم هي في الهداية في الدلالة على الخير في مثل هذا الأنواع من جنس الكرامات المناسبة لمعجزة نبيهم صلى الله عليه وسلم فكان الفرق بين الكهف الذي جعله الله عز وجل لبني إسرائيل والكهف الذي جعله الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كالفرق بين معجزة النبيين النبي الذي أرسل إلى بني إسرائيل والنبي الذي أرسل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم فما الفرق هنا أن ذاك الكهف لبني إسرائيل هو كهف من أحجار جعله الله عز وجل رحمةً لهؤلاء الفتية حينما أووا إليه وهذا الكهف إنما وعى سبعة وثامنهم كلبهم ولو ازداد العدد إلى سبعين لم تلأ الكهف وإن استوعب أكثر من ذلك إنما يستوعب عشرات أو قل مئات من الناس ومآله بعد ذلك أن يمتلئ ولا يدخل فيه إلا من دخل وأما كهف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالأمر يختلف هو كهف عبارة عن آيات أنزلها الله عز وجل هدايا ورحمة للناس فكان هذا الكهف من أراد أن يدخل فيه من هذه الأمة استطاع أن يدخل سواء كانوا مئة أو مئة ألف أو ملايين من الناس أو زادوا على ذلك كل من أراد أن يأوي إلى كهف نبينا صلى الله عليه وسلم وهي هذه السورة كل من أراد أن ينشر الله عز وجل له من رحمته وأن يجعل له من أمره مرفقا وأن يسر له الطمأنين والسكينة فإنما عليه فقط أن يدخل في كهف هذا النبي الكريم وهي سورة الكهف كيف يدخل فيها أن يقرأها كما يريده الله عز وجل منه فهذا هو الفرق بين الكهفين وهو فرق عظيم جدا كالفرق بين عظمة الأمتين ولذلك كان من دلائل هذا الإسم المعجز هو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أراد منها أن يأوي من خشي منها من فتنة من قلق من استشعر أنه يكاد أن يسقط في أرض مزلة فليس عليه إلا أن يأوي إلى هذه السورة يأتي إلى مكان خال في مسجد أو في بيته أو في أي مكان ثم يتدبر آيات سورة الكهف فينجيه الله عز وجل بمنه وكرمه من كل ما يخشى من هذه الفتن ولذلك ذكرنا لك أن مقصود سورة الكهف هو الأمان من الفتن فهي كهف ولكنها كهف معنوي كما ذاك الكهف هو لبنى إسرائيل كان كهفا حسيا فهذا هو ما يتعلق باسمها ودلالة هذا الإسم على مقصودها وأذكر لك في هذا الباب قاعدة أن الإسم إذا كان واحد لسورة من سور القرآن فإن دلالته على مقصود السورة يكون ظاهرا جليا الربط بين آياتها كلها من مبدئها إلى ختامها وبين اسمها يكون جليا واضحا فحينما تنظر إلى الإسم وتعرف معنى هذا الإسم ثم تقرأ في آيات السورة فاربط كل آية بهذا الإسم يتبين لك معناها على أتمي وأجلى ما يكون ويتضح لك الإعجاز العظيم في هذا الكتاب المحكم فإن القرآن أحكمت آياته ثم ثم فصلت فإحكام آياتي هنا أن كل الآيات تعود إلى مقصودٍ واحد تدور عليه هذه الآيات والدلالة على هذا المقصود مفتاحه إنما هو من خلال أسماء سور القرآن وهذا مبحثٌ من مباحث علوم القرآن ليس هذا موطنه وإنما أحببت الإشارة إليه لأجل الكلام عن اسم سورة الكهف ودلالته على مقصودها ندخل الآن بعد هذا فيما يتعلق بتفسير آياتي هذه السورة وأوضح لك سلمك الله بدءًا ما يتعلق بالسورة كلها وعلاقتها بهذا المقصود السورة في مطلعها افتتحها الله عز وجل بقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا قيما لينذر بأسًا شديدًا من لدنه فهذا مفتتح السورة وعلاقة ذلك بالأمان من الفتن أن الوسيلة العظمى للنجاة من كل فتنة هي هذا القرآن العظيم فلا يوجد في الدنيا وسيلة هي أوثق وأعظم لتنجو مما تخشى من فتن الدين والدنيا أعظم وأوثق من كتاب الله عز وجل فافتتحت السورة بهذا الافتتاح العظيم الذي فيه الدلال على هذه الوسيلة العظمى التي من تمسك بها واعتصم بآياتها أنجاه الله عز وجل مما يخشى ومن فرَّط فيها وقع في الفتن في دينه ودنياه ثم ختم الله عز وجل سورة الكهف بالحسنة العظمى التي لا يبقى معها أثر لأي فتنة وهي حسنة التوحيد ولذلك تلحظ أنه في ختام السورة أن الله عز وجل ماذا قال قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا العادة في كتاب الله الذي تكاثر في القرآن إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح أيهما يقدم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا كثير في كتاب الله عز وجل فالأصل في التقديم إذا ذكر الإيمان والعمل أن يقدم الإيمان ثم يذكر العمل بينما في سورة الكهف خولف ذلك في ختامها فقال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه أي خاليا من الفتن سالما منها فكيف يفعل قال الله عز وجل فليعمل فبدأ بذكر العمل فليعمل عملا صالحا ثم ختمت السورة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن أراد أن يأتي إلى ربه وأن يبعث من قبره صافيا طاهرا نظيفا من أثر كل فتنة سواء كانت صغيرة أو كبيرة دقيقة أو جليلة خفية أو ظاهرة فما عليه إلا أن يلقى ربه بالحسنة العظمى هذه وهي حسنة أن لا يشرك بالله عز وجل لا شركا صغيرا ولا كبيرا أن يحقق التوحيد الكامل لله عز وجل ولذلك تعرفون في حديث الترمذي حديث البطاقة وهو صحيح لما جاء الرجل بتسعة وتسعين سجل فيه من الكبائر والموبقات والفتن وما تلطخ به في الدنيا فأيقن الرجل بالهل فقيل له إنك لا تظلم اليوم شيئا فجئ بالبطاقة فلما نظر إلى البطاقة قال يا رب وماذا تعمل هذه البطاقة أمام هذه السجلات فقد نظر في سجلات كمد البصر وفيها من المصائب ما فيها وتلك بطاقة فقال الله عز وجل له يؤكد سبحانه وتعالى إنك لا تظلم اليوم شيء لك هذه البطاقة سيؤتى بها فجئ بالبطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله والمقصود هنا بلا إله إلا الله من حقق التوحيد لله كان يذرب ولكنه يعرف قدر الله كان يعصي ولكنه سريعا ما يؤوب ويبكي خشية لله كان قد يقع في بعض موبقات العين موبقات اللسان موبقات الفرج ولكنه لم يخفى عليه مال الله عز وجل من الحق سبحانه وتعالى في هذا كل فكان حق الله في قلبه عظيم وقد حقق لا إله إلا الله بشرطيها بشرط النفي وشرط الإثبات ولكن الذنوب قد غلبته فلما جئ بلا إله إلا الله وهي صافية نقية فوضعت في كفة والسجلات في كفة قال النبي صلى الله عليه وسلم فثقلت البطاقة وطاشت السجلات فهذه هي حسنة التوحيد التي لا تبقى معها أثر لأي فتنة لأي معصية ولذلك ختمت سورة الكهف لمن أراد أن ينجو من هذه الفتن فعليه بهذه الحسنة العظمى كل منا لابد وأن يتلطخ أيها المبارك ما منا إلا وذاك الرجل إما أن يتلطخ بمعصية أو يتلطخ بفتنة والفتن على درجات منا من يحميه الله عز وجل من كبائرها ومهلكاتها ومنا مين يمس من هذه وتلك فالنجاة النجاة هنا في تحقيق التوحيد في لا إله إلا الله في إياك نعبد وإياك نستعين في قل هو الله أحد الله الصمد في الله لا إله إلا هو الحي القيو في هذه الآيات العظام هي النجاة هنا ولذلك كرَّرت سورة الكهف هذا المعنى كثيرا لأنها هي المنجية للإنسان إذا ختم حياته بتوحيد الرب الديان سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك لما بدأت السورة بالحسنة العظمى لما بدأت السورة بالوسيلة العظمى للنجاة من كل فتنة وختمت بالحسنة العظمى التي لا يبقى معها أثر لأي فتنة جاءت الفتن الأربع في داخل هذه السورة وجاءت مع كل فتنة وسيلة النجاة منها عقبها مباشرة يذكر الله عز وجل لك الفتنة ثم يذكر لك مفتاح النجاة من هذه الفتنة ولذلك لم يذكر الله عز وجل في هذه السورة فتنة إلا وأعقبها بكيفية النجاة منها وسيأتي هذا بإذن الله عز وجل فيما نستقبل حينما نفسر الآيات آية آية ولكن كن من ذلك على ذكرٍ بيّن أن السورة في هذا الباب وأنك حينما تقرأ إنما هي في مسائل الفتن وأن الله عز وجل بحكمته لن يذكر لك فتنة دون أن يذكر لك كيف تنجو منها وإنما لا بد إذا ذكر لك الفتنة بتفصيلها ونوعها سيذكر لك عقب ذلك مباشرة أو في داخلها ما ينجيك منها وإلا لكان ذلك نقصًا وحاشا كتاب الله عز وجل من أدنى نقصٍ أو ريبٍ أو خلل يقول الله عز وجل في مطلع سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا السور التي بدأت بالحمد لله هي خمس سورٍ في القرآن وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن الله عز وجل لا يبتدئ سورة من القرآن بالحمد لله إلا إذا كان ذلك من أجل تعظيم الله وتعظيم هنا بحمده جل وعلا فكل سورة ابتدئت بالحمد فهي من سور تعظيم قدر الله وتعظيم قدر الله في هذه السور يجيء على وجهين إما بذكر نعمته سبحانه وتعالى المحسوسة أو بذكر نعمته المعنوية إما يكون بنعمةٍ تتعلَّق بالخلق بالطعام والشراب بالصحة والعافية ونحو ذلك وإما تتعلَّق بالهداية والوحي والعلم ونحو ذلك وسورة الفاتحة جمعت بين هذين النوعين وسورة الأنعام اختصت بذكر النعم الحسية في مطلعها وسورة الكهف اختصت بذكر النعم المعنوية نعمة الهداية وتنزيل الوحي بهذا الكتاب العظيم ومن عادة القرآن والسنة أنه إذا اجتمع تسبيحٌ وحمد أن التسبيح يتقدم على الحمد وهذا هو المناسب كما تقول سبحان الله والحمد لله ما تقول الحمد لله سبحان الله فإن هذا لا يناسب حتى من جهة المعنى وهو خلاف النصوص لأن التسبيح تنزيه والحمد اعترافٌ بالكمال ومدحٌ للمحمود فتنزيه قبل أن تعترف بكماله وتثني عليه ولذلك تقدمت سورة الكهف بالحمد لله لأنها سورة ثناءٍ في مطلعها وجاء قبلها في النصف الأخير من القرآن له النصف في النصف الأول في آخره من القرآن سورة الإسراء والتي هي سورة تسبيح فختم النصف الأول من القرآن بالتسبيح وافتتح النصف الثاني من القرآن بالحمد وهذا هو المناسب في تسبيح الله عز وجل وحمده وثنائه جل وعلا فجاءت سورة سبحان متقدمة وجاءت سورة الحمد تالية ولذلك تلحظ أن سورة الإسراء في ختامها ختمت بالحمد فهي بدأت بالتسبيح وختمت بالحمد أيضا في قوله سبحانه وتعالى وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ ثم تكرر الحمد في مطلع سورة الكهف فإذن هذه هي سورة الكهف هي سورة حمد وثناء على الله عز وجل بما من به وتفضل من بيان لسبيل النجاة من الفتن فنحن مما ينبغي أن يقر في قلوبنا إذا أردنا أن نقرأ هذه السورة أننا نثني على الله عز وجل وأننا نحمده وأننا نشكره أعظم الشكر على ماذا؟ على أنه بيَّن لنا سبيل النجاة وأنه ذكر لنا ما يكون فيه الفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة فحينما تقرأ في سورة الكهف استحضر هذا المعنى استحضر منَّة الله عليك استحضر نعمة الله وفضله الواسع العمين أنه جل وعلا أنزل لك هذه الهداية والنور والبيان في سورة الكهف فإذا كنت تحمد الله عز وجل على نعمة العافية ونعمة المال ونعمة الولد ونعمة البصر ونعمة الكلام ونعمة الماء ونعمة الطعام إذا كنت تحمد الله عز وجل إذا شفاك من مرض وتكثر من هذا الحمد وهو حقيق بذلك سبحانه وتعالى فكيف لا تحمده جل وعلا فيما هو أعظم من ذلك بكثير أن بين لك ما تنجو به في دنياك وما تسلم به في أخراك بسورة هي أمانك من كل فتنة فكان هذا هو مطلع هذه السورة وهو غرض هذا المطلع حينما افتتح الله عز وجل سورة الكهف بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ثم قال سبحانه وتعالى واصفا هذا الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما فهذان وصفان للقرآن أما الوصف الأول فهو أن هذا الكتاب ليس فيه عوج والعوج في لغة العرب يطلق بلفظين تارة يقال عوج وآخر يقول العربي فيه عوج أي بكسر العين أو بفتحها وكثير من أخل البلاغة يفرقون بينهما أن العوجا يكون في المحسوسات وأن العوجا يكون في الأمور المعنوية فذاك في الحسية وهذا في المعنوية وهذا إن كان لا يستقيم على لغة القرآن فإن العوجا في القرآن جاء حسيا وجاء معنويا ولكنه من جهة الغالب صحيح أي في استخدام اللغة أن هذا الفرق موجود في لغة العرب ولكنه أغلبي ولذلك في القرآن خرم هذا فلما قال الله عز وجل ولم يجعل له عواجا كان المراد هنا بالعوج هو العوج المعنوي أي أن الله عز وجل ينفي أي عوج في دلالته في هدايته في أحكامه في قصصه فليس فيه أدنى عوج وإنما هو مستقيم ثم وصف الله عز وجل هذا الكتاب بقوله قيما فالوصف الأول هو من قبيل التخلية والوصف الثاني هو من قبيل التحلية فليس الوصفان هنا مكررين كلا وإنما الأول يختلف عن الثانية الأول كمال في الذات والثاني كمال في نفع الغير فالأول قاصر والثاني متعدي فأولا بيّن الله عز وجل كمال القرآن في ذاته بأنه ليس فيه في داخله أدنى عوج لم يجعل الله عز وجل له عوجا وتنبه هنا أن الله عز وجل لم يقل ولم يجعل فيه عوجا مع أن الغالب في استخدام الجعل مع العوج في لغة العرب واستخدام الظرفية هنا لللام فيه ولكن الله إنما ذكر في كتابه اللام هنا لأن قول القائل لو قال ولم يجعل فيه عوجا إنما ينفي العوج إذا كان داخلا أي في ذاته دون دلالة مضافة ولكن حرف اللام يعطي دلالة أخرى وإن كان في الأصل ولم يجعل له عوجا أي ليس فيه أدنى عوج في ذاته في داخله ولكنه أيضا يعطي دلالة المصاحبة هنا فاللام هذه لها دلالة إضافية فيه فجاء استخدام اللام هنا لأجل هذا المعنى الآخر كما نبه على ذلك جماعة من أهل البلاغة وعلى رأسهم الإمام بن عاشور في التحرير والتنوير وهذا معنى صحيح ظاهر جدا حينما أراد الله عز وجل أن يبينك كمان القرآن ذكر الوصف الآخر فقال قيما وقد ذكر بعض المفسرين ممن لا عناية له بأمور البيان والبديع وأمور البلاغة أن قيما هنا بمعنى مستقيم وليس هذا كذلك ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنه ما ولا يصح عنه أنه فسر قيما بمستقيم وإنما جاء ذلك عمن تأخر من أهل الحديث أما أئمة أهل البلاغة من السلف رضوان الله عليهم أجمعين وكلهم كذلك كل السلف أهل البلاغة ولكنهم لا يفصحون عن البلاغة ببيان بألسنتهم يوضحون ذلك لأنها جاءتهم فطرة على البدهي وإنما يصح عن ذلك من تأخر من أهل صنعة البديع فيكتب ويبين الفرق بين هذه الألفاظ لأجل أن المتأخر هو الذي يجهلها أما من تقدم فهي يعرفها تلقائيا من دون حاجة إلى ذكرها فالقيم هنا ليس هو المستقيم وإنما المستقيم جزء من معنى القيم فقيم هو القائم على غيره هذا معنى القيم يقال الأب قيم على أهل بيته والله عز وجل هو القيوم أي قائم على عباده بما يصلحهم فالقيم كما يقال أيضا في لفظة ابن القيم رحمه الله إنما سمي ابن القيم لأن والده كان قيما لمدرسة الجوزية فيقال قيم الجوزية أي أنه الذي يقوم عليها بما يصلحها فهنا قيما أي أنه قائم على غيره بما ينفعه فهذا هو القيم ولا يكون القيم قيما إلا إذا كان في نفسه مستقيما لا يكون القيم قيما على غيره إلا إذا كان هو في نفسه كذلك ولذلك حينما ننظر في قوله سبحانه وتعالى ولم يجعل له عواجا وقيما حينما يجتمعان الأولى في نفي العوج والثاني في إثبات النفع للغير وإذا أردنا أن نتكلم عن كل واحدة منهما مستقلة عن الآخر فإن نفي العوج هنا منه أن يكمل غيره والقيم هنا أيضا كذلك لما نقول هو القائم على غيره إذا أخذناها بمفردها فلا يكون مقوما لغيره إلا إذا كان هو هو بنفسه قيم فهما إذا افترقا لكل واحد منهما معنى يأخذ من معنى الآخر اجتمعا في المعنى إذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى وإذا اجتمعا افترقا فتنبه لذلك سلمك الله وهذا موافق تماما لأول سورة الكهف في قوله سبحانه وتعالى في وصف القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فلا ريب فيه نفي للعوج وهدى للمتقين إثبات للقيومية على الغير فهو هداية للناس وفي الأول هو لا ريب فيه لا خلل ولا خطأ ولا خطل ولا نقص بأي وجه من الوجوه ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا فهو أنزله سبحانه وتعالى قيما وأنزله لينذر بأسا شديدا من لدنه وأنزله ليبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أسأل الله عز وجل أن يجعلن وإياكم من أهل سورة الكهف وأن يعلمنا منها ما جهلنا وأن يفهمنا منها ما فاتنا من معانيها العظام اللهم أنت ربنا وإلهنا وخالقنا ورازقنا سبحانك لا إله إلا أنت اجعلنا جميعا يا كريم ممن تشفع لهم هذه السورة العظيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر